اليوم نجيب عن السؤال هل يجوز لي أن أصوم ستة أيام من شوال قبل تأدية ما علي من دين رمضان لا إله هذا كل عام يطرح هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى أقول وبالله التوفيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدار المعنى واضح الذي يصوم رمضان ثلاثين يوما فكأنما صام ثلاثمية يوم أي عشرة شهور والعام فيه إثنى عشر شهرا فمن صام ستة أيام كمن صام ستين يوما أي شهرين فالحاصل عند المؤمن أنه صام إن شاء الله تعالى شهرا وستة أيام ضربها في عشرة ثلاثمية وستين هي واسموها هي العام الهجري كله لأن العام الهجري كله في ثلاثمية وخمسة وخمسين فهو كصيام الظهر أي كأنه صام العام كله فهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم نا إلهي الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فالناس يحرصون كثيرا على صيام هذه الست بعد رمضان بالنسبة للرجل الذي لم يمرض ولم يسافر ويستطع الصيام هذا ما كان مشكلة هذا بمجرد إن شاء الله أن ينتهي من صيام رمضان يصوم ستة من أيام شوال سواء إن شاء الله تبارك بدأ في اليوم الثاني من العيد وصامها متتابعة أو إلا صامها إن شاء الله في أي أيام شهر شوال حتى ولك أنت متفرقة المهم أنه أتبع صيام رمضان بستة من شوال وبذلك يحصل إن شاء الله تعالى على هذا الفضل هذا ما أهدرناش عنه هذا رواضة الآن نتكلم عن أصحاب الأعذار أولا صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان هذا ليس بواجب ولا فرض فهموا الواجب هذه نافلة هذا تطوع هذا ترغيب للنبي في أن يستزيدوا من الخير ولذلك وحد تسيرك يقولك أنا ما قادرش نصوم يا سيد أنت ما قادرش نصوم حتى رمضان فأنت لست مطالبا بصياب من هو أدنى ما هو أدنى من رمضان اللي هو النوافل ما كحتاش إشكال نحن نتكلم عن اللي يقدر يصوم هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى الأحسن بالنسبة بحل مراء إن شاء الله الحائض والنفساء واللي إن شاء الله كان عنده عذرة مرة أولا صفر بإذن الله الأفضل له إن شاء الله هذا عند بعض العلماء أن يبدأ بقضاء أيام رمضان ثم بعد ذلك يصوم بإذن الله تبارك وتعالى ستة من شوال إذا كان يستطيع طبعا هذا الأحسن لأن في الأول تيدر القضاء أنت عدين وبعد ذلك إن شاء الله يدير النافلة لأنه حالعدد الناس يقولوا من صامة رمضان وكيقولوا اسمه يا صامة رمضان أي أتم صيامه بعد أن يكون قد أتم الصيام اسمه يدير يصوم إن شاء الله تبارك وتعالى النافلة إذن فعليه أن يتم الصيام حتى يتبعه إن شاء الله بستة من شوال هذا واحد القول من الأقوال يصرون على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بتأدية ما يسمى بالقضاء هذا إن شاء الله أه واحد السيد بغى يقضي بغى يقضي لكن ما يكملوش لإيامات وما يقولوش في شعبان إن شاء الله تعالى كي غادي يدير هو بغي ذاك يحرسه على ذاك الخير قال بعض العلماء يصوم إن شاء الله تبارك وتعالى القضاء فإن بقيت له بعض الأيام في شعبان صامها ويقضي تلك الأيام أنت عن ست من شوال في ذو القعدة هذا بالنسبة لمن يصوم ستا من شوال في كل عام هذا يحفظ عليها فيقضيها لأنه لم يجد متسعا من الوقت أن يصومها في شعبان فليصوم ما استطاع أن يصومه من شعبان بعد تأدية القضاء ثم يقضي ما بقي له من الست في ذو القعدة هذا قول بعض العلماء هذه الثانية الثالثة هل يجوز للمسلم أن يبدأ بالست من شوال وإذا كان ذلك كذلك فما معنى من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال الله أكبر قال العلماء من صام رمضان ولو صمت فيه يوما واحدا فأنت قد صمت علاش لأنك لم تتعمد أكله واش هذك الحائض ولا النفساء ولا المريض ولا ذلك المسافر هل تعمد هو أخذ بالرخصة ولذلك من صام رمضان أي صام ما كان واجبا عليه أن يصومه أما الذي حدث له وبسببه يعني صار يفتر في رمضان هذا إن شاء الله تبارك وتعالى عذر ولذلك اللي يقول لك من صام رمضان حتى ولو صام نصفه أو أقل فقد صام رمضان إنما أفطر في الأيام التي يكون معذورا فيها ولذلك يزول هذا الإشكال فيتبعه ستا من شوال اللي هي واسمه النافلة ثم يقضي بعد ذلك قضاء رمضان لأن قضاء رمضان عند الجمهور هو على التراخي وليس على الفور كانت أمنا عائشة تصوم ستا من شوال هي الأولى وتترك قضاء رمضان ذلك العام حتى شعبان قبل رمضان الذي قبله الله أكبر سمعتها سيدي سمعتها بزياد أمنا عائشة كانت إذا صامت رمضان بدأت بصيام ستا من شوال لتحرزها هذا الفضل ثم تظل كذلك درنوا في انتصية ولا تقضي رمضان حتى شعبان الذي يسبق رمضان دي الرمضان القادم الله أكبر واذاك الحمد لله المسألة فيها ساعة ها هو الإشكال هو أن من صام رمضان الأيام التي صامها هي تحسب لورة صام رمضان لأنه لم يتعمد إفطار أي يوم وإنما تفتر الحيض والنفس لأمر ما الله سبحانه كتبه على بنتي حوى وعلى الرجل اللي يكون مريض هذه رخصة على الله المسافر هذه رخصة تعمل لنا فهو قد صام إن شاء الله تبارك وتعالى إذا انزال هذا الإشكال فليبدأ الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى بصيام هذه ستة من أيام من شوال لأنها مرتبطة بشوال ولأن العلماء يقولون يخاف فوت الأيام فيفوت على نفسه أجراً عظيمة هذه من خوف فوات الأجر أما قضية مسألة قضاء دينة رمضان واسعة هو على التراخ آه إذا هذه مسألة الإشكال زال وأنا أميل إلى هذا أنا أميل إلى هذا الرأي انت على الجمهور يبدأ الإنسان إن شاء الله تعالى بستة من أيام شوال ولا قدرش الله تبارك وتعالى يصنف شوال يقضي يقضي ولا ما قدرش عنده إن شاء الله العنبي أكمل لأنه عنده النية يرد هذا شوال يقول كنو كان يموت ها لا صدي ربي سبحانه وتعالى يحاسب على النيات إنما الأعمال وبالنيات رأيسان اللي عنده النية صافة إلى عاش أنا غادي ديرها ما عاش الله تبارك وتعالى اكتبوا له أجر نية من هم بالحسنة ولم يعملها حيلة كتبت له حسنة كاملة هاكذا إن شاء الله تبارك وتعالى الرأي الثالث واسمه هو هو أنه من صام إن شاء الله ستا من شوال يعني شهر رمضان وأتبعه ستا من شوال قال العلماء يستطيع أن يصوم القضاء في شوال سواء في ست يام ولا في سبع يام ولا في عشر يام وينوي بذلك قضاء رمضان لا يجمع النيتين معا مش يجمع النيتين بزوج يقول وغاد ينصوم هاد ست يام كان نوي باش نكون قضاء اللي هي فرض وكان نوي ندير بهم حتى النبي لا غنية وحدها نوي واسمه ما اسمه تنوي تنوي أنك تقضي الدين في شوال زيد وبذلك المولى تفضلا منه يعطيك الله أجر صيامك إن شاء الله تبارك وتعالى للأيام التي أكلتها زيد وتندرج في نية الفريضة واسمه النافلة فتحصل على الأجرين معا الله أكبر فهموني بزيان تنوي تقضي فينسحب عليك قول رسول الله من صام رمضان وقد صمته لأن اللكلة هو عذر وأتبعه ستا من شوال وأنت أتبعت رمضان ستا من شوال أنت على القاضاء فأنت إن شاء الله تبارك وتعالى واسمه تحرز على هذا الفضل بإذن الله تفضلا من الله وتكرما هذه آخر مسألة هذه آخرها ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى الأحسن والأفضل هي التي إن شاء الله قال بها الجمهور بإذن الله ما كحتش إشكال أتبديو بإذن الله بستيام تعشوال باشتديوها الأجر ثم بعد ذلك تشرعون إن شاء الله في تأدية قضاء رمضان وهذا هو الذي إن شاء الله نميل إليه وكل هذه المسائل كل هذه المسائل واسموية كل هذه المسائل متاحة لكم ديروا اللي قدتوا أما ذاك الجدال هذا قال هذا وهذا مزير على هذا وهذا ما كيشهدش الحمد لله كل ما تأخذون به في هذه الأعمال إن شاء الله تبارك وتعالى كلها طيبة مباركة بإذن الله خلصوا أعمالكم وتنافسوا في الخيرات ولن يكون إن شاء الله إلا ما ترضون من ربكم سبحانه عز وجل